داعش الإرهابي بالذكر مخيم الهول بريف الحسكة الذي يؤوي نحو 60 ألف شخص من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين إضافة إلى عوائل تنظيم داعش عرب المشروع السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والجمهوري ليند سيجراهام عرب عن تخوفهما من بسط تنظيم داعش الإرهابي سيطرته على مخيم الهول وأشار إلى المرحلة الثانية من عملية الإنسانية والأمن التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي والتي أدت إلى إلقاء القبض على نحو 300 عنصر من خلايا داعش وتحرير 6 نساء من العبودية السيناتورة جين شاهين أوضحت بأن مشروع القانون المطروح يعمل على إغلاق المخيمات والتطرق للأزمة الإنسانية والأمنية وجمع الدعم الدولي للتحقق من هزيمة داعش بشكل مستدين بدوره شدد جراهام على همية المشروع المطروح في معالجة التحديات المرتبطة بالترحيل والمحاكمة ومن ثم إغلاق المخيم مشيرا إلى أن الوضع الميداني في مخيم الهول يزداد خطورة هذا ويسعى مشروع القانون المطروح تجديد مهمة المنسق الخاص لشؤون عناصر داعش المحتجزين إلى نهاية عام 2025 وتطوير استراتيجية بين الوكالات الأمريكية لمعالجة أزمة المخيمات ترجمة نانسي قنقر